اعلنت السلطات الاوكرانية عن مقتل شخص واصابة 15 اخرين في قصف روسي على منطقة كريمنتشوك وسط البلاد يأتي ذلك فيما تتاجه الولايات المتحدة الى دعم اوكرانيا بصواريخ تاكمس بعيدة المدى وهي مزودة بقناب العنقودية بدلا من الرؤوس الحربية الواحدة تتصاعد حتة التوتر بين روسيا واوكرانيا في وقت تتلاشى فيه التوقعات بالتوصل الى حل سياسي ينهي الحرب المستعرة بينهما ففي منطقة بولتافا اعلنت السلطات الاوكرانية مقتل شخص واحد على الاقل واصابة 15 اخرين في ضربة روسية استهدفت البنية التحتية في مدينة كريمنتشوك بوسط اوكرانيا ومع قرب قدوم الشتاء قال رئيس الوزراء الاوكراني دنيتشي ميهال ان روسيا استأنفت حملة منظمة من الهجمات الجوية على بناء تحتية للطاقة لكنه لفت الى ان دفاعات الجوية لبلاده باتت اكثر جاهزية للتصدي لمثل تلك الهجمات مقارنة بالعام السابق الهجمات الجوية الروسية سبقها مقتل جندي روسي جراء قصف صاروخي اوكراني اعاد المقر العام للأسطود الروسي في البحر الاسود في مدينة سيفاستوبول بشبه جزيرة الكرم التي ضمتها موسكو الى سيادتها في عام 2014 التطور اللافت في القدرات الصاروخية لكييف يعود بالاساس للدعم المقدم لها من واشنطن التي قد تتجه الى تزويد الجيش الاوكراني بصواريخ اتاكمز بعيدة المدى وهي صواريخ قادرة على التحليق لما يصل الى 306 كيلو مترات وذلك الى جانب اعلان الرئيس الاوكراني فولوديمير زرينيسكي عن اتفاق الاوكراني امريكي على بدء انتاج مشترك للأسلحة في خطوة ستمكن كييف من البدء في انتاج انظمة دفاع جوية فضلا عن تقديم الولايات المتحدة حزمة مساعدة عسكرية لكييف بقيمة 325 مليون دولار وفي ذات سياق الدعم الغربي لاوكرانيا اعلن رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو اعتزام بلادي تقديم مساعدات عسكرية اضافية الى اوكرانيا باكثر من 480 مليون دولار امريكي على مدى الاعوام الثلاثة المقبلة على الجانب الاخر افادت وسائل الاعلام باعتزام روسيا تخصيص زيادة كبيرة في الانفاق الدفاعي لعام 2024 لتصل الى 6% من النتج المحلي الاجمالي ارتفاعا من 3.9% من 10% في عام 2023 وهي النسبة التي تتجاوز قيمتها 100 مليار دولار اعلنت اوكرانيا عن مقتل شخصياتنا قيادية الرافعة في الاسطول الروسي في الهجوم الذي شنته كييف على مدينة سيفاستوبول بشبه جزيرة القرن الى ذلك اعلن حاكم سيفاستوبول مخايل رازفو جايف تصدي انظمة الدفاع الجوي الروسية لهجوم صاروخي جديد على المدينة مشيرا الى سقوط حطام صاروخ بالقرب من مرفأ في منطقة ساخرنايا بالكا اشتركوا في القناة